اشتركوا في القناة ولم ينتهي ضغط الشارع الجزائري برحيل رئيس النظام السابق بل واصل المحتجون حراكهم رافضين تولي الفترة الانتقالية وفق ما يقتضيه الدستور رموزا من النظام السابق او ما بات يعرف عند المتظاهرين بالباءات الثلاث وعلى وقع هذه الضغوطات قدمت السلطات تنازلا جديدا لمطالب الشارع تمثل في استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الذي كان احد الباءات الثلاثة من المحيط المقرب لعبد العزيز بوتفليقة الذي يطالب المحتجون باستقالته اضافة الى عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة الانتقالي ونور الدين بدوي رئيس الوزراء ويؤكد رحيل بلعيز ان المحتجين يحصلون على تنازل جديد بعد كل يوم جمع من التظاهرات لذلك يبدو ان استقالته لم تكن كافية لتهديئة المتظاهرين الذين يطالبون برحيل جميع شخصيات النظام السابق وقيام مؤسسات انتقالية تتولى مرحلة ما بعد بوتفليقة وفي محاولة لاستيعاب الشارع الجزائري واحتواء زخم الشارع وجهت الرئاسة الجزائرية دعوات لاحزاب وشخصيات ومنظمات من اجل المشاركة في جلسة حوار جماعية لبحث سبل تجاوز الازمة التي تشهدها البلاد والانتخابات القادمة وعلى الرغم من محاولة رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح ورئيس حكومته نور الدين بدوي وضع القوى السياسية الشعبية امام الامر الواقع وفرض خطة تقضي بالذهاب الى انتخابات الرئاسية في الرابع من تموز المقبل الا ان هذا المسار يبدو مستحيلا في الوقت الحالي بالنظر الى عدم توفر ظروف سياسية ومناخات ملائمة اضافة الى انه يواجه رفضا سياسيا وشعبيا كبيرا